النجم التركي مراد يالدريم هاجم الأعلام التركي وخاصة إحدى القنوات التركية الشهيرة واللي قامت بالسخرية على حفل زفافه وكمان قاموا بالترياء على التقوص المغربية ويلت الحنة بالمغرب على عدوسته مالك الجمال المغرب إيمان ألباني وقال مراده هو متضايق جدا الشيء اللي كنت قاعد عليه في حفل زفافي بالمغرب اسمه تيفوريا عديم الاحترام وقال كمان عن القفطان المغربي اللي لبسوا في حفل حميته إن ده مش رداء ختان والقفطان ده بيلبسوا صلاطين وقال إن الهندود الحمر ما عاشوش في أفريقيا زي ما جيه في تقرير سيء على القناة ورد مراد كمان على هجوم القناة على الأدعية والصلوات في الحفل وقال الأدعية والصلوات دي أنتو متعرفوهاش طبعا يا متدينين ووجه لهم أسئلة بتهاكم وقال لهم هيا دي ثقافتكم واحترامكم للثقافات التانية وكمل كمان مراد كلامه وقال للأسف الصح بقى خطأ والخطأ بقى صح كل الشعوف رحب بينا وأسعدناهم إلا أنتم واثناشر كمان خبر زواجنا في ميد دولة وما فيش حد أهنى وصخر منا غيركم وقال كمان أخجل إني أقول إن في بلدي جهلاء مثلكم وأخجل من ترجمة كلامي للإنجليزية والغريب إنكم بتكتبوا أقوال مولانا جلال الرومي على حساباتكم على تويتر لكنكم ما بتعملوش بيها حفل زفاف مراد يالدرم وإيمان ألباني كان حديث الساعة طوال إسبوعين نفاته وحضر عادة كبير جدا من نجوم الفن في تركيا والعالم العربي كله وقام مراد بإهداء زوجته إيمان الباني بعد الزفاف خاتم ماسي والخاتم ده كان بديل لخاتم الزواج اللي اخترته العروسة لأنه ما كانش جاهز لغاية يوم الفرح وأدى العروسين جهر العسل داخل تركيا وده بسبب ارتباط مراد ببعض الأعمال الفنية يا أعجب علي أن أعرف أنه شيء من الأصدقال بذلك أعرف أن أعرف أن أعرف أن أعرف أن أكون أعرف أيضا وأعرف أن أعرف ترموش السليسين السليسين سليسة إمزاني وحفظة أن أعرفون سليت في تركيا